السلام عليكم ورحمة الله تحويل المحاليل إلى مرحلة السوبر ساتيوريشن ذكرنا في المحاضرات السابقة إذا كان لدي مثلا شقر أستطيع أني بواسطة عملية هيتينج أو ميكسينج أذيب المزيد من السوليوت وبالتالي أحول المحلول إلى مرحلة السوبر ساتيوريشن في بعض الأحيان لدينا بعض المركبات تحويلها إلى السوبر ساتيوريشن is a huge problem فمثلا الـ NACL من خلال التجارب المخبرية وجد بأن الزيادة في درجة الحرارة لا تؤدي إلى اختلاف يذكر في إذابة المواد المترسبة ففي هذه الحالة إضافة حرارة لن تؤدي إلى إذابة ما ترسب من السولت في أسفل المحلول أيضا لدينا مركبات مثل الـ MNSO4.H2O كبريتات المنجنيز المائية هذا المركب حقيقة له أثر عكسي له different soliability curve ده بنسميه inverted soliability curve فإذا لدينا لدينا محلول من كبريتات المنجنيز المائية this is a saturated solution وبدأنا في رفع درجة حرارة المحلول جزء من البرمنجنات الكبريتات المنجنيز حتترسب وبالتالي حيقيل تركيز المحلول فنستطيع أننا نحول المحلول في هذه الحالة من saturated إلى supersaturated بواسطة التبريد وليس بواسطة التسخين لماذا؟ لأن هذا النوع من المركبات له ما يسمى ب inverted soliability curve لكن مثلا الـ KNO3 بنجد بأن زيادة في درجة الحرارة حيؤدي إلى إذابة المزيد من هذا المحلول وبالتالي تحويله إلى supersaturated solution هذه الpoint of equilibrium is very important so that we can transfer the solution from the saturated level to the supersaturated level دية نقاط هامة للغاية crystals and mother liquor are in contact long enough to reach saturation in real life situations mother liquor is saturated at the final operating temperature زي ما زكرنا عملية البلورة تبدأ عندما يكون المحلول في مرحلة supersaturation وتستمر تبدأ البلورات في التكوين ينخفض تركيز المحلول ويستمر الانخفاض إلى أن نصل إلى مرحلة saturation level نستطيع أننا نراقب كفاءة عملية البلورة بدل ما نركز على crystal size distribution بدل ما نركز على كمية البلورات التي تكونت نستطيع أننا نراقب كفاءة عملية البلورة بمراقبة تركيز المحلول قبل بداية البلورة عند مرحلة supersaturation وعند نهاية عملية البلورة عندما يصل إلى مرحلة saturation هذا الفرق في التركيز تحول بالتأكيد إلى بلورات فبالتالي نستطيع أننا نتنبأ بكفاءة عملية البلورة من خلال مراقبة تركيز المحلول عند هذه النقطتين الأساسيتين طلابنا في المعمل بيعمل عملية crystallization ويراقب conductivity للمحلول ويراقب قابلية المحلول لنقل الشحنات الكهربائية عندما يكون المحلول اللي هو نحن نستخدم في المعمل KCL فيتأين إلى K plus CL minus تعمل هذه الأيونات على نقل الشحنات الكهربائية عندما يكون المحلول super saturation ينقل قدر كبير من الكهرباء يقل تركيز المحلول فتقل هذه الموصلية فنستطيع أن نقرأ كفاءة عملية البلورة بمراقبة موصلية هذا المحلول لدينا في بعض الحالات viscous solutions محالين ذات لزوجة عالية هذه المحالين تتطلب زمن إضافي من أجل السماح بالبلورات بأن تتكون لأن viscous solutions يصعب عملية تجميع الجزيئات مع بعضها البعض وحركتها داخل المحلول فبالتالي we have to provide extra timing to allow the crystals to be formed in viscous solutions crystals are collected from the bottle of the crystallizers لكن من المشاكل التي تواجه ال viscous solutions بإن extra time will allow the crystal surface to be exposed to the saturated solution وبالتالي it will enhance the possibility of contaminating the product وتلوس المنتج في هذه الحالة هذه العملية ستؤدي إلى تقليل كفاءة عملية البلورة وبالتالي نتحصل على كفاءة أقل من تلك التي كنا نأمل بها في العملية قبل البلورة